أعطى تنظيم القاعدة الضوء الأخضر لجبهة النصرة من أجل إعلان فك الارتباط به وفي رسالة صوتية أبلغ أحمد حسن أبو الخير أن أبلعام لزعيم تنظيم القاعدة جبهة النصرة أن في وسعها التضحية بالروابط التنظيمية مع القاعدة فإننا نوجه قيادة جبهة النصرة إلى المضي قدما بما يحفظ مصلحة الإسلام والمسلمين ويحمي جهاد أهل الشام ونحثهم على اتخاذ الخطوات المناسبة اتجاه هذا الأمر وهذه خطوة مننا ودعوة كذلك لكل الفصائل المجاهدة على أرض الشام أن اجتمعوا على ما يرضي الله وتطاوعوا فيما بينكم وتعاهدوا على الولاء لأهل الإيمان والبراء من أهل الظلم والكفران ويرى محللون أن انفصال جبهة النصرة عن تنظيم القاعدة قد يمهد الطريق لانعطافة سياسية من قبل بعض الدول الخليجية الداعمة للنصرة أقوى فصيل معارض لكل من الرئيس السوري وتنظيم الدولة الإسلامية كما يمكن أن يوثق الانفصال علاقة الجبهة بغيرها من الفصائل المقاتلة في سوريا وجبهة النصرة مدرجة في قائمة الولايات المتحدة الخاصة بالتنظيمات الإرهابية وقد استبعدت من اتفاقية تهدئة في سوريا في شباط وتبحث روسيا والولايات المتحدة في تعزيز التنصيق بينهما ضدها وتشكلت جبهة النصرة بعد قليل من انتفاضة على الأسد عام 2011 وحظيت الجبهة في بازئ الأمر بدعم تنظيم الدولة الإسلامية الذي سيطر على مناطق واسعة في سوريا والعراق ثم انفصلت عنه عام 2013 ترجمة نانسي قنقر